اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجمعة اللي فاتتة انا كنت مسافر الجمعة اللي قبلها كمان كنت مسافر الجمعتين اللي قبلها تقريبا يعني حبيت ان انا اريح حضرتكم شوية مني حضرتكم تاخدوا بس فترة يعني راحة من الجرعة المكسفة في رمضان ولذلك من النهاردة بإذن الله نستأنف مرة اخرى ويكون لي شرف التواجد معاكم والتواصل معاكم في كل يوم جمعة في موعدنا الثابت من خلال هذه اللحظات الكريمة اللي سميناها مع حضرتكم حامل المسك اللي انا هكلم حضرتكم فيه النهاردة هو حصيلة وخلاصة وملخص للفترة من رمضان الى الان انا في الاسبوعين اللي فاتوا سفرت خارج مصر كان فيه مؤتمر حضرته في ابو ظبي بمشاركة 150 مشارك وعالم من مختلف انحاء العالم الاسلامي كان ليه شرف رئاسة جلسة في المؤتمر وبعد ما المؤتمر تم تحركت مباشرة من ابو ظبي في الامارات العربية الشقيقة مباشرة الى دولة تنزانيا في الشرق الافريقي في مكان في تنزانيا اسمه زنجبار زنجبار دي جماعة مكان الغالبية العظمى من سكان مسلمين يمثل احد اراضي دولة تنزانيا وله تاريخ عريق جدا لان هذا البلد نزل فيه العمانيون ابناء عمان وابناء اليمن وعدد والهنود نزل فيه اعراق مختلفة ودخله الاسلام من عدة تاقرون المؤتمر اللي انا كنت بشارك فيه في تنزانيا كان عبارة عن احتفال بمرور 100 سنة على وفاة واحد من كبار علماء العالم الاسلامي يمكن احنا هنا في مصر ما بنسمعش عنه كتير لم تصل الينا اخباره لكن اللي بيقلب صفحات التاريخ ويرى ما قام به علماء الاسلام في اقطار الارض مشرقا ومغربا وما قاموا به من نشر الامان والعلم والعمران والهداية والقيم والاخلاق وصلة الرحم ومد الجسور وبناء العلاقات الحسنة مع غير المسلمين في تلك البلاد سواء في الملاي وفي اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وسريلانكا او في الشرق الافريقي في دولة تنزانيا وفي كينيا وفي اوغندا وفي الصومال في موزنبيق في جنوب افريقيا الجهود التي قام بها المسلمون في تلك البلاد جهود مشرفة جدا وجديرة بان تدرس وفيها نمازج ملهمة وعبقرية طبعا يمكن احنا ما عندناش معلومات واضحة عن الشرق الافريقي الا في السنوات الاخيرة لما بقينا نسمع عن بلاد عزيزة على قلوبنا بقت عرضة وبقت كلأ مستباح للارهاب وللقاعدة ولداعش هذه التنزيمات المتطرفة التي تسرح وتمرح في ارض الصومال العزيزة والغالية على قلوبنا الصومال دي كانت في يوم من الايام مملكة عظمة ودولة متماسكة وبلد آمن وكان يربط بنا كمصريين صلاة عميقة وعريقة وكان لنحن كمصريين وللازهر الشريف دور عظيم في القرن الافريقي خصوصا في الصومال وفي جيبوتي في اريتريا المنطقة دي من العالم والمنطقة دي من القارة الافريقية لنا احنا كمصريين فيها تواجد عظيم ومشرف وحاذكر لحضراتكم في خلال هذه الحلقة بعض النمازج الغريبة والعجيبة التي تملأ نفسية الانسان المصري اعتزاز وثقة وفخر بان احنا عبر التاريخ كنا بفضل الله تعالى سند وعون وعضد وظهر لاشقائنا الافارقة كما اننا نعتز بانهم سند وعضد وعون وظهر لنا في مختلف الاوقات المؤتمر كان احتفال بمئوية امام كبير اسمه الامام الحبيب احمد بن ابي بكر بن عبدالله بن سميط سميط دي سين وميم ويا وطاء سميط يعني سميط تصغير لكلمة سمت سين وميم وطاء السمت ده العقد يعني لما حد يجيب خيط كده وينظم فيه عدد من اللقالق والجواهر ام يسمى هذا الوسام يسمى بالسمت فلما تصغر بحسب قوانين العربية يبقى كلمة سمت تصغر وتبقى سميط هذا الامام الكبير لما كنا هناك قبل اسبوعين في شوال احنا خلاص شوال خلصة هو لما كنا هناك من اسبوعين في شوال كان هذا التاريخ مرور مئة سنة بالضبط على وفاة هذا الامام توفي بالضبط في شوال سنة 1343 هجري واحنا في ذلك الوقت من اسبوعين كنا في شوال 1300 1443 احنا النهاردة اهو 1443 عد ميت سنة في الزمن الماضي 1343 في شوال مات هذا الامام الكبير ايه دور هذا الامام علشان نقيم مؤتمر عالمي للاحتفال بمئويته المؤتمر اللي احنا كنا فيه كان فيه عدد كبير من العلماء من تنزانيا طبعا من كينيا من جمهورية جزر القمر جمهورية جزر القمر يا جماعة على فكرة عضو في جامعة الدول العربية يعني دولة عربية من ضمن اعضاء الوطن العربي لما تعد سيادتك دول الوطن العربي واعضاء جامعة الدول العربية اوعى تنسى منهم جمهورية جزر القمر والقمر جمع قمرة يعني احيانا بعض الناس ينطقوها جزر القمر ما فيش مانع ما يضرش بس اسمها الرسمي الاساسي جزر القمر طيب جمهورية جزر القمر كان عدد من علمائها من تنزانيا الدولة المضيفة اللي كنا فيها من كينيا اللي فوقها على طول في الخريطة من اليمن لانه في عدد كبير من العلماء والمشايخ اللي عاشوا في تلك البلاد كانت اصولهم يمنية من السادة الباعلوي الاشراف الحسينيين من نسل سيدنا الحسين الذين سكنوا في حضرموت من ارض اليمن ولهم هجرات عظيمة الى الشرق الافريقي والى ارخبيل الملايو وعلى يدهم دخل الاسلام الى اندونيسيا والى ماليزيا والى سريلانكا والمالديف والفلبين والى الشرق الافريقي باكمله فلهم جهود عظيمة في هداية العباد الى المولى جل جلاله المؤتمر اللي احنا كنا فيه كان فيه تقريبا مئة من العلماء من مختلف هذه الى الدول من مستويات مختلفة العلماء اللي يحتل لكل واحد منهم صفة المفتي في بلده فكان مفتي طبعا الاستقبلنا والمضيف الاساسي لنا والذي يعني كان هو الشخصية الرئيسية في المؤتمر كان مفتي جمهورية كان مفتي زنجبار في تنزانيا وكان مفتي تنزانيا في دار السلام كان معانا مفتي جزر القمر وكان عدد من الوزراء وعدد من السفراء وعدد من الاعلام والمشايخ والضيوف وطلاب العلم المؤتمر كان مؤتمرا شديد الاهمية نظرا لانه مهم او يبقى لنحن كمصريين تواجد في العمق الافريقي في امثال هذه المحافل خصوصا ان الامام الذي نحتفل بمئويته كان له ارتباط معين بمصر لانه من ضمن رحلاته الواسعة انه عبر على الديار المصرية وتردد الى الازهر الشريف وتتلمز فترة لشيخ الازهر الامام الكبير شمس الدين الانبابي فاحنا كمصريين لنا جزء وجانب من تكوين هذا الامام الكبير الذي تحتفل به تلك الدول الافريقية انا وانا رايح هذا المؤتمر انا بعتبر نفسي واسمحولي جميعا بعتبر نفسي كابن من ابناء هذا البلد الكريم وكانسان مصري وكجزء منكم بعتبر نفسي نيابة عنكم ممثل لكم وجه من الوجوه المصرية اللي ارجو ان يكون لها يعني قبول ولها اداء مؤثر وتحظى باحترام العلماء في تلك البلاد ارجو يا رب ان اكون يعني ان انجح في القيام بهذه الصفة الرفيعة يعني كنت نائب عن حضراتكم عن المصريين جميعا عن الميت مليون مصري كنت موجودا هناك كجزء معبر عن مصر في هذا الملتقى والمحفل العلمي والكبير الذي يحتفل فيه بشخصية امام كبير من كبار علماء العالم الاسلامي المؤتمر انا خدت هناك تقريبا اسبوع في زنجبار وزنجبار دي بالمناسبة يا جماعة برضو لها تاريخ عريق ومشرف وتألف فيه كتاب اسم جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار في تاريخ الاسلام في زنجبار زنجبار دي كانت في الاساس تعرف قديما ببر الزنج بر المقابل لكلمة بحر والزنج اللي هو يعني المجموعة الاعراق والشعوب التي لها بشرة سمراء في العمق الافريقي من الاشقاء الكرام والغاليين على قلوبنا بر الزنج وبعد كده حصل تغير في الكلمة فبقت زنج بر وبعد كده تحولت كلمة بر فصرت بار ومزجت الكلمة فبقت زنج بار وبقت هي دي اسم الاقليم ده او الجزء ده من دولة تنزانية الكتاب جهينة الاخبار مطبوع في مجلد اللي يقرى الكتاب يلاحظ انه الى هذه الدرجة عدت عقود وقرون من الزمان والمسلمين موجودين في تلك البلاد ولم يلمس الناس منهم في مختلف الاديان والاعراق والشعوب لم يلمس الناس منهم الا المظهر اللائق بالمسلمين عاش المسلمون هناك بصورة ممتلئة بالخلق بصلة الرحم برعاية حسن الجوار بالسماحة في البيع والشراء والتقاضي رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى عاش المسلمون هناك وتقلدوا مختلف المناصب منهم اللي تقلد مناصب الوزارة والافتاء والخطابة والقضاء والتعليم والتدريس فما لمس الناس والشعوب والبشر الا اليق التعامل الخلق المحمدي الرفيع الانصاف من النفس نشر الامان تعظيم العلم الفصل بين الناس في المظالم والخصومات اكرام الناس يعني القيام بمكارم الشريعة كما ينبغي الصورة التي نعرفها ونعهدها وعشنا عليها احنا كمصريين صورة الاسلام كما ارادها الله التي جعلها الله تعالى رحمة للعالمين اللي جعلها ربنا متممة لمكارم الاخلاق عاش المسلمون هناك في تلك البقاع بهذه الصورة الرفيع والكريم والمشرفة الامام احمد بن ابي بكر بن عبدالله بن سميط اللي احنا بنتكلم عنه وفد والده الحبيب ابو بكر بن سميط من حضرموت اليمن من السادة الباعلوي السادة الباعلوي من بيوت العلم والنسب الشريف العريقة اللي منهم حبيبنا الحبيب علي الجفري اللي حضراتكم جميعا تعرفوا وفد والده الى جزر القمر يعني الاول تحركوا من حضرموت ونزلوا في جمهورية جزر القمر عاشوا فيها فترة وهناك ولد الامام اللي احنا بن احتفل عنه احمد بن ابي بكر بن سميط ثم امره والده ان يرجع الى ديار ابائه واجداده في حضرموت اليمن علشان يتلقى العلم ويتفقه ويدرس على العلماء هناك وقد كان رحل الى حضرموت اليمن ودرس على ايد للعلماء ثم كانت له رحلة علمية واسعة رحل الى بلاد الاسيتانة ديار الخلافة التركية الان رحل الى مصر وعاش فيها فترة رحل الى الهند يعني سُقلت خبراته يعني اطلع على العالم يعني عرف الواقع يعني عرف الناس على اختلاف الطبائع والامزجة والعقول وانمط المعيشة الحضارات الاقاليم المختلفة البلاد المختلفة الازياء المآكل المشارب الوجوه البشرات الالوان اللغات يعني اختلط بدائرة واسعة جعلته يدرك الواقع وعلى فكرة يا جماعة ده من اهم مكونات العالم الذي ينبغي ان يدرس الشريعة ان يكون مطلع وكثير السفر علشان يدرك ازاي الاسلام بيخاطب مختلف العقول والاطبائع اسمحوا لنكمل الكلام عن هذه الرحلة وعن هذا الامام الكبير وعن الدروس اللي ناخدها وعن واجبنا فيه الفترة القادمة كمصريين تجاه العمق الافريقي اسمحوا لنكمل الكلام ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا وارجعنا لحضراتكم طبعا فيه عدة حاجات انا عايز اقول لحضراتكم عليها قبل ما اكمل الكلام اللي كنت بتكلم فيه النقطة الاولى اللي يحب يشرفنا ويتواصل معانا سواء من خلال الاتصال او الرسائل الاس ام اس يشرفنا على التليفون ممكن نتشرف ونسمع مدخلات حضراتكم على الرقم اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين اللي عايز يشرفنا او تواصل من خلال رسائل اس ام اس على واحد تسعين تسعة واحد تسعين تسعة طبعا وصلتنا رسالة من شوية مستمع كريم بيقول احبك في الله وارجو من سيادتكم عمل بعض الحلقات عن الذين امنوا العقاب فاساءوا الادب وارجو التواصل طبعا شرفنا والمستمع الكريم لك مني خالص التحية والاحترام والتقدير واما كلمة احبك في الله فده اعز واغلى كلمة ممكن اسمعها واشرف حاجة ممكن يعني اصل اليها في يوم من الايام انه اتمتع وانه ربنا يلقي لي القبول في قلوبكم وانه ربنا يعني ينعم بالمحبة في قلوب حضرتكم ده يعني ده هو ده اللي الثمرة اللي المستهدف الوصول اليها من اي انسان قائم بخدمة العلم وبخدمة الشريعة فانا ممنون على هذه الكلمة الكريمة واقدرها تماما وتؤثر في قلبي واشكر للسيد المستمع الكريم على هذه الكلمة السامية وانا كمان احبك اضعاف اضعاف ما تتفضل به ارجو عمل بعض الحلقات عن الذين امنوا العقاب فاساءوا الادب حاضر تحت امرك باذن الله الايام القادمة نتناول هذه اللي الجزئية وانا نفصل الكلام فيها وعلى فكرة يعني لا يوجد على ظهر الارض ولا في الشمائل ولا القيم ولا الاخلاق اجمل من كلمة الادب يمكن عد علينا زمن سنين ما عدناش كتير بنسمع هذه الكلمة او بقت كلمة كأنها كلمة مستهلكة او بقت كلمة تشعر الانسان بانه حد بيستصغره ابدا والله والله منتهى الشرف للانسان ان يوصف بالادب ويكفي ان جه في الحديث وان كان الحديث في سنده يعني شيء من المقال والكلام عند المحدثين انه عليه الصلاة والسلام كان يقول ادبني ربي فاحسن تأديبي وان لم يكن الحديث صحيحا فالمعنى صحيح بلا شك انه عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم وصاحب الادب الاعظم ويكفي ان الامام الولي الصالح القطب الكبير الشيخ عبد الوهاب العفيف كان بيقول يا جماعة اللي عايز يوصل لربنا وينال الولاية عليه بكلمتين كلمة الحب وكلمة الادب وكان يقول كده الحب والادب سير الى الله من غير تعب يعني هما دولا بجد مفتاح الولاية فبإذن الله ربنا رزقنا جميعا الادب الجم والوافر والرفيع والتهذيب ودماثة الخلق وحسن الذوق والادب العظيم الذي تتعجب منه الناس ربنا رزقنا وإياكم ذلك أما الإنسان اللي بيأمن العقوبة فيوسيء الأدب فبإذن الله نتكلم عن هذا الموضوع ونشير إليه وربنا رزقنا جميعا يعني مكارم الأخلاق اللي ما زلت بكرر لحضراتكم اللي يحب شرفنا بالاتصال والمدخلات على اتنين تمانتاشر عشرة تمانية ستة وستين أو رسائل نصية اسم اس على واحد تسعين تسعة دي جزئية الجزئية التانية إحنا طبعا النهاردة خلاص استفتحنا شهر ذو القعدة يعني خلاص قربنا من موسم الحج ذو القعدة وذو الحجة والمحرم في خواتيم سنة هجرية وفي بدايات سنة هجرية جديدة بتهل علينا خلاص على مقربة اقتراب موسم الحج معناها الشعائر المعظمة معناها تعلق القلوب ببيت الله الحرام وبالحرم الشريف وبالمسعى وبزمزم وبالصفة والمروى وبالمنى وبعرفات وبالمسجد النبو الشريف والروضة المشرفة والمقام المرقد النبوي المشرف الحجر النبوية فربنا يبلغنا وإياكم يا رب زيارة البيت الحرام وأداء المناسك وأداء يعني شعيرة للحج وفريضة للحج وبإذن الله برضو في الحلقات القادمة نبدأ بالتدريج نخصص وقت في كل حلقة للكلام عن شيء من مقاصد الحج وآدابه ومعانيه وبعض أحكامه ونزود الجرعة بالتدريج كل ما نقترب من الأيام الحج المعظمة والمباركة وكل سنة وحضراتكم والأمة العربية والإسلامية والعالم كله والإنسانية بأكملها بألف ألف خير يا رب دي جزئية تانية الجزئية التالتة إنه الموسم الجديد من اللي إحنا فيه دلوقتي من حامل المسك أنا يعني عايز أبرز وأقدم عدد من المواهب ده من ناحية في مجالات مختلفة من المؤلفين ومن المنشدين ومن الخطباء ومن كتاب القصة القصيرة ومن 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 في مختلف المجالات والمواهب بإذن الله ربنا وفقنا ونبرز نمازج مشرفة يفرح بها القلب إنه أرض مصر ما زالت قادرة على أن تولد مواهب بعشرات ومئات الألوف من النمازج العبقرية والمبدعة كمان يسعدني إنه نزود جرعة التواصل مع حضرتكم والاستماع والإصغاء إليكم والتعليق على مداخلاتكم وخواطركم لأنه يعني من خلال التجربة المتواضعة إنه من أنفع ما يكون في العمل الإعلامي وفي التواصل مع حضرتكم الاستماع إلى ما يدور في عقول وأذهان المستمعين الكرام من خواطر أو هموم أو أسئلة أو إشكاليات أو تعليق أو فكرة فبإذن الله يكون لنا يعني يا ربنا وفقنا ونقوم بهذا الموضوع ونصغي ونستمع إليكم ونعلق ونشتبك ونتحاور وناخد ندي ويبقى بنا كده خط مفتوح لأنه ده يعني منتهى ما نؤمل ونرجو من التشرف بخدمة حضرتكم دي حاجة تانية الحاجة اللي بعد كده نرجع إلى ما كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الرحلة اللي تشرفت بالقيام بيها إلى زنجبار في تنزانيا لحضور مؤتمر عن الإمام الكبير الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سميط الولي الصالح والعالم الكبير هذا العالم الذي رحل من زنجبار تنزانيا إلى حضرموت ثم دخل إلى مصر ثم دخل إلى دار الخلافة في الأستانة ثم رحل إلى الهند وأثناء تواجده في الديار المصرية تردد عدة مرات على الأزهر الشريف وأخذ إجازة علمية من الإمام شمس الدين الأنبابي شيخ الأزهر ثم رجع إلى بلاده مرة أخرى فتقلد منصب القضاء يعني بقى قاضي الزنجبار والعجيب أنه ظل في منصب القضاء قرابة أربعين سنة بحيث تعاقب على سلطنة زنجبار سبعة من السلاطين وكل ما يأتي سلطان جديد يقره هو في مكانه مما يبين لنا أن هناك حظ عظيم من الثقة والتقدير له والاحترام وإدراك حكام وسلاطين تلك البلاد أن هذا الإمام يتمتع عند الناس بالسمعة الحسنة والقبول والمصداقية وأنه لم يقتصر فقط على القيام بأعباء القضاء بل كان يتصدى للخطابة وللفتوى ولمجالس التعليم والتدريس وينغمس بين الناس ويعيش أمومهم ويبين لهم حقائق الشريعة ويجمع شمل الناس على الخير والهدى ويفض المظالم الموجودة ما بين الناس بحيث وقر له في قلوب أبناء زنجبار وأبناء تنزانيا وأبناء الشرق الأفريقي استقرت مكانة سامية وعظيمة ومنزلة رفيع جدا لهذا الإمام يعني يكفي أننا بعد مئة سنة من وفاته يتوافد علماء بيزيدون على المئة من مختلف دول الشرق الأفريقي لإحترام مقام هذا الإمام الكبير طبعا الإمام أحمد بن سميط اللي احنا بنتكلم عنه ولد له ابن عظيم الشأن جدا وهو الحبيب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط عمر بن سميط ده كان آية كبرى في الولاية والعلم والمهابة وجلال الشخصية وانتقل من زنجبار التي كان يقيم فيها والده إلى جمهورية جزر القمر فأوقع الله له هناك مكان عظيم جدا بحيث احترمه رئيس الدولة والأعيان والوزراء والعلماء والعوام وأعيان البلد لدرجة أن العملة الرسمية لجمهورية جزر القمر في وقته وإلى الآن بعد مرور حوالي 40-50 سنة من وفاته ما زالت العملة الرسمية لجمهورية جزر القمر عليها صورة هذا الإمام والعالم الجليل الحبيب عمر بن أحمد بن سميط ابن الإمام أحمد بن سميط اللي احنا كنا على وفاته هذا البيت العلمي العريق وهذا الدور المؤثر لما يبقى واحد من العلماء يحظى بتقدير رأس الدولة والوزراء والأعيان والتجار والعوام يعني أوقع الله له المحبة والقبول في قلوب الجميع يعني ماهوش مجرد علاقة سياسية برئيس الدولة وبعد ما يموت الناس تبقى متزمرة منه بل ظل يعني محببا إلى قلوب الجميع يصغي إليه الجميع يجد الجميع فيه مثال التقوى والورع والإيمان يقرب الناس إلى الله يلمس الناس فيه الصدق والتجرد والتعفف عن الدنيا يعني ليس محتاجا إلى شيء مما في أيدي الناس ليس عبدا للمال ولا للمناصب ولا للجاه ولا للشهرة إنسان عبد صالح ولي صالح بكل معنى الكلمة هذا البيت الكريم وهذا الأثر العلمي كان من المهم أننا كمصريين نتواصل معاه لما رحنا هناك يا أحبابنا الكرام إلى جزر القمر شاركنا في عدة فعاليات وندوات ومجالس إلا التقينا بالعلماء استمعنا إليهم واستمعوا إلينا مكانة مصر في قلوب هؤلاء العلماء جميعا مكانة عالية جدا في المطار استقبلنا مفتي زنجبار الأستاذ الشيخ صالح بن عمر الكعبي وقاضي قضاة زنجبار الأستاذ الشيخ حسن عثمان إنجوالي وعدد من العلماء والأعيان من المشايخ هناك حضرنا فعاليات إلى المؤتمر زرنا عدد من المدارس كان الراعي لهذا المؤتمر معهد اسمه معهد الجنيد الإسلامي يرأسه الأستاذ الشيخ سامير زلفقار صديقنا العزيز وهو الداعي للمؤتمر ومعهد الجنيد الإسلامي هو الراعي لهذا المؤتمر والداعي لكل تلك الوفود في يوم من الأيام حضر رئيس زنجبار في الاحتفال بمأوية الإمام في المسجد الذي فيه ضريحه ومرقده وحضرنا الاحتفال مع رئيس الدولة مع الوفود والعلماء اللي موجودين مع امتلاء المسجد وكل الشوارع المحيطة به بالناس من هناك تجولنا في أنحاء زنجبار زرنا معهد الجنيد الإسلامي زرنا مركز التوثيق والتاريخ لعلماء شرق أفريقيا الموجود هناك كانت أيام طيبة شفنا فيها هذه البلاد ونرجو يارب أن نكون قدمنا صورة مشرفة لمصر وللأزهر الشريف ولمسنا سرور الناس وفرح الناس بتواجدنا هناك كمصريين وكأزهريين أذكر لحضراتكم نموذج تاني من تواجدنا المصري في العمق الأفريقي خصوصا أن نحن في نفس الوقت اللي أنا كنت فيه هناك كان هناك احتفال بيوم أفريقيا يوم أفريقيا ده يوم اجتمع فيه 30 رئيس وقائد وزعيم من القارة الأفريقية وأعلنوا منظمة الوحدة الأفريقية وبقى يوم رسمي يحتفل فيه قادة وزعماء وشعوب الدول بإمكانية وجود جسر وآلية للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية اسمحوا لي أكمل الكلمة حضراتكم ولكن بعد الفقر أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن عدة نقاط أرجو وأظن أنها مهمة من تواصلنا مع العمق الأفريقي أنا أذكر يا جماعة أنه كان من العلمة اللي جم هنا في الأزهر الشريف عندنا في مصر عالم من أريتريا وأريتريا يعني لما تنزل السيادتك كده في الخريطة تلاقي مصر مطلة على البحر الأحمر شرقا وتحتها على طول السودان تحت السودان على طول دولة تمثل شريط طويل الممتد على البحر الأحمر وهي دولة أريتريا وتحتها على طول الجيبوتي وتحتها الصومال أريتريا دي دولة شاطئية ومطولة كده شريط مطول كده وجوة منها بينها وبين السودان أسيوبيا طيب أريتريا دي جه منها في القرن الماضي عالم جليل أوائل القرن جه في العشرينات والثلاثينات وهو الأستاذ الكبير الشيخ إبراهيم المختار من عمر المنفراوي والشيخ إبراهيم ده أقام في مصر هنا عندنا خمستاشر سنة بيدرس في الأظهر الشريف وتتلمز لكبار علماء الأظهر يعني عاش في مصر مدى زمني كافي إنه يبقى إنسان مصري من رأسه إلى أخمص قدمه يعني عاش الحياة المصرية يعني لبس الملابس المصرية يعني أكل الفول وأكل الطعمية وأكل الأكلات المصرية واتكلم لهجتنا المصرية تشرب الروح والحالة المصرية وده على فكرة جزء عظيم جدا من تأثير مصر في دول العالم الناس اللي بتيجي وتتعلم في مصر في الأظهر ولا في جامعة القاهرة وتعيش الحالة المصرية وترجع الواحد فيهم بيفضل طول عمره يشعر بالتقدير والحنين والولاء لمصر فده يا جماعة شيء مهم جدا الشيخ إبراهيم المختار لما جه وأقام عندنا هنا في مصر 15 سنة وتمت مدة الدراسة العلمية وتكون وشاف من أسد زيته مشهد جليل يعني شاف علم بجد مليانين علم ومليانين جلال ومليانين ديانة لما تمت فتر التكوين العلمي وحب يرجع إلى أريتريا بلده ويرجع إلى وطنه علشان ينفع الناس بما تعلم كان في ذلك الوقت الطيران شحيح شوية وأليل وغال شوية فحب يرجع إلى بلده من خلال البحر فتوجه إلى السويس ومن هناك ركب الباخرة التي تبحر في البحر الأحمر جنوبا حتى تنزل في بلده أريتريا لما أطلقت الباخرة صافرتها الأخيرة لتعلن أنها ستبحر ويعني تنطلق بكى الرجل بكاء عظيما على فراق هذه الأرض الطيبة أرض مصر اللي عاش فيها 15 سنة من عمره وتتلمز لأساتزه وعلماء عاملوه معاملة الأب للإبن فعلموه وأكرموه وقاموا بحق الضيافة وواجب التعليم بكى بكاء شديدا وهو ينشد بيت من الشعر من الأبيات المشهورة من شعراء الأندلس أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا يعبر فيه عن أنه بعد الوصل والمعيشة في مصر فترة طويلة جاء الوقت الذي يفارق فيه هذه البلاد والأرض التي أحبها الشيخ إبراهيم المختار أنا بس بذكر لحضراتكم القصة دي كان موزج لدورنا المصري في أفريقيا ولما يمكن أن يصنعه وأن تصنعه المؤسسات العلمية والتعليمية ولشدة عنايتنا إحنا كمصريين بأن جسورنا تكون مبنية مع أشقائنا الأفارقة في مختلف دول القارة هذا الإمام الكبير الشيخ إبراهيم المختار رجع إلى بلاده شابا اكتمل تكوينه العلمي نال العالمية تقلد مناصب في الإمامة في المساجد والإفتاء وكذا وما زال ترقى حتى صار مفتيا رسميا لدولة أريتريا يعني المفتي العام لدولته يعني المنصب الديني الرفيع بل المنصب الأكبر هناك لأنه هناك ما عندهمش مؤسسة زي الأزهر إحنا عندنا هنا الأزهر يبقى المنصب الديني الأكبر هو شيخ الأزهر ثم مفتي الديار ثم بقية المناصب الدينية لكن هناك لعدم وجود الأزهر يبقى أكبر منصب ديني هو مفتي الديار يعني هو إمام المسلمين في هذا البلد الكريم هذا الإمام عاش بقية عمره لحد ما تبه في سنة 64 أو 65 عاشقا لمصر محبا لهذا البلد لدرجة أنه بعض أصدقائنا وأصحابنا من أريتريا بيقولولي إحنا أول مواعينا الدنيا ما كناش بنسمع اسم مصر ده إلا والناس تقوله وتعبر عنه يقوله مصر الحبيبة لما سمعوه من الإمام الشيخ إبراهيم المختار بن عمر المفتي الكبير اللي كان ملقب في بلاده بالمفتي سراج المفتي سراج كان كل ما يخطب ولا يتكلم عمره ما يقول مصر كده بس وحدها حاف كده يقول مصر الحبيبة لدرجة أنه في أجيال في تلك البلد طلعت وهي فكرة أنه مصر اسمها مصر الحبيبة اسم البلد كده مصر الحبيبة من كثرة ما سمعوه من دسان هذا الإمام العظيم اللي عاش مصر وأخلص الحب والولاء لها بلغ من عظيم محبة هذا الإمام لأرض الديار المصرية أنه لما جه العدوان الثلاثي سنة 56 وأدرك أن البلد الذي علمه وأكرمه يتعرض للعدوان أرسل برقية عاجلة إلى رئيس جمال عبد الناصر يقول فيها أنا مستعد أن آتي إلى مصر متطوعا في جيشها العظيم للدفاع عن هذه الأرض الطيبة التي علمتنا وأكرمتنا إلى آخر البرقية اللي بعتها للرئيس جمال عبد الناصر الله يرحم الجميع إلا أنا أقول لحضراتكم ده نموذج تكرر عشرات ومئات المرات من علماء أزهريين جم من السودان من أريتريا من أغندا من الصومال من كينيا من تنزانيا من السنغال من موريتانيا من المغرب من الجزاير من تشاد من مالي من النيجر من جنوب أفريقيا من مزنبيق من مختلف دول القارة الأفريقية وأنا أحصيت من هؤلاء العلماء عشرات ومئات في الكتاب اللي ألفته وسميته جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين من النمازج العجيبة المعبرة عن إن يا جماعة بيننا وبين الأشقاء الكرام في أفريقيا جسور وتراكم تاريخي وأثر مصر عظيم حفر في وجدان أبناء تلك البلاد والله يا جماعة أنا أذكر قبل حوالي مثلا 12-13 سنة زرت الجزاير الجزاير لما رح فيها الإمام الشيخ محمد من تولي الشعراوي رئيس لبعثة الأزهر الشريف في الجزائر ضمن حملة الرئيس هواري بومدين لتعريب الجزائر واستعادة اللغة العربية بعدما فرنسا حاولت أنها تطمس الهوية العربية في الجزائر بدأ الأزهر الشريف يبعث بعثة اسمها بعثة الأزهر الشريف لتعريب الجزائر الأزهر الشريف خد فترة كده خلال الخمسينات والستينات 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 والسبعينات عظيم الأثر جدا في الجزائر لما أنا رحت هناك من 12-13 سنة طلبت أن أنا أزور مدينة من المدن اسمها مدينة معسكر علشان جه منها عالم أزهري درس في الأزهر ومشي رجع بلده قبل قرنين من الزمان فأنا طلبت أن أنا أزور قبر وضريح هذا الإمام مترحما على هذا الإمام الجزائري الكريم اللي جه وتعلم في مصر وبقى جسري ما بين مصر وبين الجزائر طلبت أن أنا أروح أزور في هذه المدينة أزور قبره وأقف مترحما عليه وأقرأ الفتحة رتبوا لي عربية من مدينة تلمسان وروحنا إلى مدينة معسكر ووصلنا إلى المدينة هناك ولما دخلنا إلى مبنى بلدية المدينة بعض الشخصيات الرسمية من المدينة كانوا في الانتظار أول ما شفوني داخل وأنا مرتدي أزي الأزهري قام واحد منهم احتضانني وبكى فأنا يعني بادلت الترحيب بالترحيب وأنا مندهش يعني ليه الانفعال الكبير والتأثر بعد ما هدأت نفسه بيقول له وانتوا افتكرتونا مرة تاني ده آخر عمامة أزهرية إحنا شفناها في هذه البلد سنة 72 فيا جماعة إلى هذا الحد إحنا وجودنا مهم وتوجهنا واهتمامنا وخدمتنا للأشقاء الأفارقة لأنهم السند هم الظهر هم الأشقاء الكرام اللي هم جزء مننا وإحنا جزء منهم في ختم هذه الحلقة يعني كم أنا سعيد بعودة البرنامج حامل المسك الجمعة اللي جاء إن شاء الله يعني أتشرف أكون معاكم ويمكن نستضيف بعض الشخصيات اللي هم حضرتكم إنكم أنتم تسمعوها إلى ذلك الحين يعني أتمنى لكم كل التوفيق وأطيب الأوقات وأوجه الشكر الجزيل إلى الإعداد الكريم أسو محمود الجلاد الصديق أسو محمد ساري مهندس صوت وكل فريق راديو تسعين تسعين وإلى حضراتكم أطيب التحية وألقاكم في حلقة قادمة وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله